اتصال تليفوني اخر الو افل طيب بس بدي اقلك شي اتفضلي هو انه في ناس عم بديك تفهمي في ناس فعلا صادقة ربنا كاشف عنا الحجاب بس في ناس عم اتتاجر فيها يعني ليه بقى الناس دول ربنا خلاهم هما مكشوف عنهم الحجاب ويعرفوا اللي محدش يعرفوا غيره ليه جمعهم معاه عشان هما يعرفوا حجاب هو بس وحده اللي يعلمها ده اقول ربنا ليه مش انا الله بيقول كاشف عنه يعني مثل يعني يقال لك شغلة انت عندك هواية الاعلام مثلا انا ما عندي هواية ان اتكلم مثلك او احكي مثلك كل واحد عطيه موهب ربنا وعطيه نعمة يعني مثل ما هو اختار الرسل ربنا وعنا نعمته على الانسان يكشف عنه الحجاب بس مش الناس اللي بتتاجر مثل اللي كانت جايبتيه ع بيتك انت لا هيده صاري صاري ما تزعني مني بس لا انت ضيعتي وقت هيك معانا اتصال تليفوني محمد من بنسويف مساء الخير يا استاذ مساء النور اهلا وسهلا اتفضل في الاول كده حسب يا الله وانعمة الوكيل في كل اللي بيجروا فنجان وبيجروا الحاجات الصرغة دي انا اتخرب بيتي يا حاجة بس انا اتخرب بيتي انا كنت متجاوز على مراتي اتفضل حضرتك انا كنت متجاوز على مراتي وما حدش يعرف عشر سنين مخبي جات واحدة ولية رشانة بومة الهي انتهب منها رشانة بومة وطلبة الطلاب وبتتخرب حسب يا الله وانعمة الوكيل فيهم الله هي خرب بيوتهم يا شيخ شكرا يا استاذ محمد شكرا مش احنا بنقرأهم عشان ما كانت دعوة لقلنا طيب ده بقى يعني دي بقى كارثة اه طبعا كارثة وشفت كتير منها شوف دي هي قالت ايه يعني هي ممكن معلش لحظة بقى هي احنا كلنا يعني متفقين على انه الست نادية ممكن تكون انها مش صدقة لا هي مش متفقين خلاص احنا متفقين بوشها مش صدقة هي قالتلك انه هي مرت بنفس الموضوع ده قبل كده انها قعدت مع واحد ووحدة وقالت لهم اقول 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 راح تقالت له انت متجاوز وبعدين راح انه هو اتطلقه وطلع ان الست مراته مش يتوراه في علام انه كان متجاوز فعلا بيمشي هي بتقول كده وطلع معاها كده ده كده ما هو ده بيحصل عنه خراب البيوت ما مش كل حاجة ربنا بيخلينا مع علامها بس هي ده قلت عقل